اكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن العمل جار على استكمال إجراءات وصول الدفعة الثانية من المواطنين على متن طائرة مؤجرة من وزارة الصحة وفق إجراءات محكمة طبيا ومعتمدة دوليا يوم غد الاثنين وذلك ضمن خطة الإجلاء التي تقوم بها الوزارة للمواطنين المتواجدين في إيران بعد تفعيل عدة إجراءات احترازية إضافية حرصا على صحة وسلامة المواطنين المتواجدين في إيران وعائلاتهم وكذلك صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأشار الدكتور المانع إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها نحو تكتيه في كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 بإخضاع المواطنين فور وصولهم للفحوصات المختبرية تحت إشراف طاقم طبي متخصص وبناء على نتائج الفحوصات سيتم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازية أو مراكز العزل والعلاج وفقا للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لافتا إلى أن وزارة الصحة تواصل تنسيقها المستمر مع الجهات ذات العلاقة لإجلاء المواطنين المتواجدين في إيران مع الحرص على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لجميع القادمين من إيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر